النقطة الأخيرة حصل جدال على فكرة مين أو طريقة حسم مباريات أو بطل الدور العام لو تسوينا في عدد النقاط الأهداف ولا المواجهات المباشرة لأيناها إيه؟ الأول المواجهات المباشرة بين الفرقين نفسهم اللي بيتنفسوا على الصدارة بعد كده لو تساوي في النتائج حيبقى فارق الأهداف ما بينهم في مواجهتهم هما بما معناه إن لو فوزوا فوز يعني يا جماعة بتيجي ليه الفارق ما بينهم والحاجة التالتة يا أسامة لا هي الحاجة دي تجوب بما قبلها لأن في النهاية المتنافس حاليا على الدوري هو نادي الآلي ونادي الزمالك الزمالك متصدر بعد مرات أزيد ولكن النادي الآلي لا بد من أنه يقاتل على الثلاث مرات اللي هيلعبهم الفترة دي اللي هبتديهم من بكرة إن شاء الله الإنتاج لأنه هو ده اللي هتقدر تصدر به الضغط لفريق الزمالك لأنه وقت ما تتساوي في عدد النقاط أنت عندك أفضلية المواجهات المباشرة اللي بتحسم اللقب لصالحك ده في حالة التساوي في عدد النقاط بنعرض الكلام ده مش على أساس نقول إحنا عاوزين يا جماعة نفوز الدوري بالمواجهة البشرة إحنا بنقول عايزين نفوز العشر مرات ونكتهد لده ونتمنى ده يتحقق لأن في النهاية القرى فوز خسارة تعادل نتمنى دايما أن يكون التوفيق حالفنا وحليف فريقنا إن شاء الله ونحقق التلاتين نقطة كاملين ونحقق بطولة الدوري العام عشان تبقى بطولة أخرى بتوضح نقطة يعني إيه الدوري المصري يعني الكل يعيش الوه والنادي الأهلي ياخد الدوري نطلع فاصل أو أتروحوا في أي حتة منتظرينكم وكمال حلقة الأهلي قبط أحمر وأحداث شيقة جدا إن شاء الله